بعد خمس سنوات من الاحتجاز والتعذيب النفسي والجسدي قضت ميليشيا الحوثي بإدانة الصحفيين المختطفين لديها وأقرت حكم الإعدام بحق أربعة منهم والاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها الستة الآخرون محام الصحفيين عبد المجيد صبرة قال إن الحوثيين عقدوا صباح السبت جلسة دون إبلاغ هيئة الدفاع وقضوا بالإعدام على كل من عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليد وحارث حميد في الوقت الذي يناشد فيه الناشطون والمنظمات الأممية والحقوقية جميع الأطراف في اليمن للإفراج عن المعتقلين جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا يذهب الحوثيون لتعقيد المشهد أكثر وإصدار أحكام جائرة على صحفيين اختطفوا على خلفية ممارستهم المهنة وحقهم في حرية الرأي تصعيد ميليشيا الحوثي هذا أثار ردود فعل على المستوى المحلي والدولي فقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية بياناً تطالب فيه الميليشيا بإلغاء هذه الأحكام والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين من جهته طالب أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي بإلغاء هذا القرار مؤكداً أن قتلت الصحفيين اليمنيين سينالون جزاؤهم العادلة أمام محكمة الجنايات الدولية الحكومة اليمنية من جهتها أدانت هذه الخطوة واعتبرتها تقويضاً لجهود الأمم المتحدة التي تبذلها منذ اتفاق ستوك هولم للإفراج عن جميع المعتقلين في اليمن تتزاحم التحذيرات والمناشدات لسلطات الميليشية غير أنها تبدي عدم اكتراثها لأي من ذلك في ظل عدم وجود ضغط دولي حقيقي يجبرها على الإفراج عن المختطفين المدنيين خلال خمس سنوات من المأساة بعد دعوات الإفراج عن السجناء احترازاً من انتشار فيروس كورونا كانت هذه الأمهات يأملن باقتراب الفرج وخروج أبنائهن المحتجزين منذ خمسة أعوام غير أن الميليشية دائماً ما تقف دون تحقيق ذلك وتذهب بعيداً في إثبات أنها لا تأبه لكل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين